موسيقى موسيقى سبع ولايات من بين خمسين ولاية أمريكية هم من يحددون ساكن البيت الأبيض الجديد ولايات متأرجحة هكذا أطلق عليها إذ أنها لا تصوت بشكل واضح لأي من الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري هذه الولايات السبع تمتلك مجتمعة ثلاثة وتسعين صوتا من أصوات المجمع الانتخابي ما يجعلها رهانا مربحا من المرشحين حتى اللحظات الأخيرة احتفظت هذه الولايات بغموضها بشأن نوايا التصليط واستعصت على استطلاعات الرأية فشهدت منافسة محمومة بين المرشحين دونالد ترامب وكمالا هاريس التي شاركت بنفسها في حملة طرق الأبواب في ولاية بنسلفينيا وذلك لحث الناخبين على المشاركة في التصويت لها الولايات السابعة هم أريزونا، جورجيا، ميشلين، نيفادا، بنسلفينيا، ويسكنسن ونورث كارولينا ماذا يحارك الناخبين في هذه الولايات؟ ما السيناريوهات المتوقعة؟ تابعونا في هذه التغطية اشتركوا في القناة